السلام عليكم طبعا هذا درس الكسور والعداد العشرية والعداد الكسرية بوضح أهم النقاط الموجودة في هذا الدرس طبعا في هذا الدرس مناخذ اللي هو العدد الكسري العدد الكسري وبقولكم كيف نرسمه ومناخذ العدد العشري الكسر كيف نحاوله حالعدد عشري أول شي نشوف هذا السؤال جدا جميل وحلو وسهل تعالوا نشوفه مع بعض عندي هذا خط الأعداد خط الأعداد مقسم خط الأعداد نشوفه إلى كم قسم مقسم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعندي الواحد حسب عشر اذا ان مقسم إلى عشرة تقسام من وين الصفر ما أحسبها لو اينا نسوي الكسر واحد على عشرة 2 على 10 3 على 10 4 على 10 5 على 10 6 على 10 7 على 10 8 على 10 9 على 10 وهنا 10 على 10 اللي هو يساوي لي 1 تمام؟ نفس الشي لما أقول مثلا إن خط الإعداد مقسم من صفر إلى 100 من صفر إلى 100 بيكون كذي 10 على 100 10 على 100 20 على 100 30 على 100 40 على 100 100 50 على 100 60 على 100 70 على 100 80 على 100 90 على 100 نفس الحاجة لأن لو جي تقولكم مثلا بي أشل هذه بي مثلا هذه 5 على 10 إذا جي تقسمها 5 تقسيم الخمسة فيها 1 و10 تقسيم الخمسة 2 تمام؟ 5 على 10 ولو قلت 50 على 100 نحن متعلمين إنه في القسمة الأصفار تطير إذا صار 5 على 10 إذا نفسه 5 تقسيم الخمسة 1 و10 تقسيم الخمسة 2 تمام؟ إذا نفسه إذا من وين الخمسة على 10 نسميه نصف من وين الخمسة على 10 نسميه نصف 5 على 10 أو نسميه خمسة من 10 نسميه نصف هذي أول قاعدة لازم نعرفها تمام؟ ثاني قاعدة وين موجودة؟ 3 على 10 وين موجودة؟ 4 على 10 هذي 3 على 4 وين موجودة؟ 3 أرباع وريد أعرف وين موجودة؟ الربع لازم أعرفها وين موجودة؟ هني على ذي الخط نسميه ويش بسوي؟ لازم أحول هذا الكسر أضربه في شيء عشان يوصل إلى 100 أربعة بضربها في 25 أربعة ضرب الخمسة والعشرين ترى تساوي 100 تبقوا تأكدوا هو ذي التأكيد أربعة ضرب الخمسة والعشرين أربعة ضرب اثنين ثمانية زائد اثنين مائة إذا عرفنا كيف؟ ونضرب هني خمسة وعشرين ثلاثة ضرب الخمسة خمسة خمسة وأرفع الواحد فوق ثلاثة ضرب الثنين ستة زائد واحد سبعة إذا طلع عدني ثلاثة أرباع يساوي خمسة وسبعين على مائة أو أقول خمسة وسبعين من مائة كيف أنا كتبته بهذا الشكل؟ لاحظوا الصفر هذا بوصلها هنا الصفر الثانية هنا بقت عندي الواحد الواحد يات بالمرة هنا أحولها إلى إلى فاصلة عشرية إذن خمسة وسبعين من مائة تمام؟ وين موجودة خمسة وسبعين من مائة؟ ما أنا قلت خمسة وسبعين؟ أي أشوف عب اللي فوق سبعين؟ عب أستاذ هني وين موجودة؟ في النص بين الثمانين بين السبعين والثمانين موجودة هنا ثلاثة أرباع زي وين موجودة الربع؟ عرفت أني أنا أضرب في خمسة وعشرين عشان كذا يتحول الكسر إلى مائة هنا أضرب خمسة وعشرين واحد ضرب الخمسة والعشرين خمسة وعشرين وين موجودة الربع؟ نشوف الخمسة والعشرين العشرين إذن هنا موجودة الربع تمام؟ وضحت عندي الفكرة الأولى والخمسة والعشرين كيف أحولها إلى عدد عشري؟ الصفر وصلها عند الخمسة الصفر وصلها عند الثنين الواحد عبارة عن فاصلة عشرية إذن هذا يسمى كسر وهذا الشكل يسمى عدد عشري تمام؟ لو يتحول هذه إلى عدد عشرية بقول واحد من عشرة ثنين من عشرة ثلاثة من عشرة أربعة من عشرة خمسة من عشرة ستة من عشرة سبعة من عشرة ثمانية من عشرة تسعة من عشرة تمام؟ لو يتحني أحولها واحد من مئة لاحظوا إنها واحد الصفر وصلت هنا أو إنها راحت بقت عندي هذي أوصلها هنا واحد من مئة اثنين أو عشرين لا الصفر بتصير مع الصفر لا أنا غلط إن هي الصفر بتصير مع الصفر بتبقى واحد من عشرة نفس الشيء هذي اثنين من عشرة اللي هي عشرين من مئة هي نفسها اثنين من عشرة تمام؟ نفسهن لأن الصفر بتطير بتطير مع الصفر تمام؟ إذن هذه أول فكرة ثاني فكرة قال لي هنا قال لي هنا ثاني فكرة قال لي هنا استخدم خط الإعداد عشان نشوف الكسر الأكبر من الكسر الأكبر لحظوا كيف نشوف الكسر الأكبر عندي ثلاثة من عشرة هو هذي ثلاثة من عشرة وعندي خمسة من عشرة هو هذي خمسة من عشرة الحين من اللي أطول مسافة ثلاثة من عشرة أم خمسة من عشرة أو واضح إن خمسة من عشرة عندي ثنين من عشرة وعندي النص هذي ثنين من عشرة وهذه عندي النص ها من الأكبر النص لأن أطول في المسافة تمام؟ عندي 25 من 100 وعندي النص 25 مثل ما ذكرنا وهذا نحفظها مثل أسماءنا اللي هي من وين الربع هني 25 وهذه النص من الأطول أو من الأكبر النص عندي 6 من 10 وعندي النص هذا الـ 6 من 10 وهذه النص ها من الأكبر أكيد 6 من 10 لأنني أنا أشوف المسافة من هنا لين هنا تمام؟ عندي الربع وعندي 4 من 10 هذا الربع وهذه عندي 4 من 10 من الأكبر 4 من 10 عندي 1 وعندي 9 من 10 هذه 9 من 10 وهذه الواحد من الأكبر أكيد الواحد لأنه مسافة تطويلة عندي 5 من 10 وعندي 25 من 100 25 من 100 قلنا اللي هي الربع وعندي 5 من 10 ها من الأكبر 5 من 10 عندي 8 من 10 وعندي الربع هذه الربع وهذه 8 من 10 ها من الأكبر 8 من 10 وضحت عندي الفكرة الأولى حلو هذا الفكرة الأولى فكرة الثانية قلنا هذا عدد كسر قلنا هذا هذا اسمك كسر ولما أريد حوله إلى عدد 10 بس أجي وحوله يعني 1 على 10 هو نفسي يوم أقول 1 من 10 كيف أستاذة حولتي أعيد أوصل الصفر عند أول رقم وبعدين الواحد تتحول إلى فاصلة عشرية عندي 75 عندي أنا عندي عدد عندي عدد عشري اسمه 75 وقال لي حولي إلى كسر بقول 75 على 100 أو بقول 3 على 4 لأنه هو نفسي 75 على 100 أنا عندي ربع قال لي حوليها إلى عدد 20 بقول 25 على 25 من 100 لأن الأستاذة قايت لي أن الربح هي 25 على 100 اللي هي نفسها 25 من 100 نزين عندي 6 من 10 الأستاذة قالت حولي إلى عدد عشري 6 على 10 هذا اسمه كسر وهذا اسمه عدد عشري لازم نفرق تمام ننتقل إلى الشيء الثاني إلا هو هذا هذا الشيء المهم يمثل الرسم عدد كسري لاحظوا هذا كامل ملون أعتبره واحد هذا كامل ملون يعني واحد أما الثاني أسوي كسر كم واحد ملون؟ واحد أساساً هناك عددهم ثلاثة إذن واحد على ثلاثة نشوف اللي بعده يلا كم واحد ملونات؟ واحد اثنان آه يعني اللي ملونات اللي ملونات اثنان تمام؟ اثنان واحد اثنان وهذا كم؟ هذا أستاذه واحد على عددهم ثلاثة واحد على ثلاثة تعالوا نشوف هذا هذا كامل ملون يعني عبارة عن واحد نزيل وهذه كم واحد ملونات؟ اثنان على اثنان على كم؟ اثنان على ثلاثة نزيل هني كم واحد ملون؟ واحد اثنان آه اثنان اثنان على هني كم؟ واحد بس ملون وهو مقسم إلى كم قسم؟ أربعة أقسام إذن واحد على أربعة يوم نقرأ كم نقرأ؟ نقل واحد واثنان على ثلاثة اثنان وواحد على أربعة أو اثنان وربع اثنان وواحد على ثلاثة أو اثنان وثلث وضحة الفكرة نسي يلا ننتقل للفكرة ثانية أيضا فكرة أخرى قديدة قال لي ما هي الكسور الموجودة في هذه الحروف؟ لاحظوا أنا كيف علمتهم من وين الواحد أنا ما أحسبه؟ لأنه هني بادي واحد اثنين ثلاثة وهذا عندنا العدد صحيح أربعة آه يعني مقسم إلى أربعة تقسام تمام؟ مقسم إلى أربعة تقسام إذن هني ربع هني ربع بالمرة ربع لما نكتبه نكتبه واحد وربع نزين؟ نزين؟ نزين هني ربع آه اثنان على أربعة آه إذن هني ثلاثة على أربعة لكن لأنه دخل في نطاق الاثنان منقول اثنان اثنان وثلاثة على أربعة أو ثلاثة أربع نزين؟ هني ربع هني اثنان على أربعة اثنان على أربعة اثنان على أربعة أو نكتبه ثلاثة واثنان على أربعة أتمنى أنه يكون واضح لأنه نفس الشرح شرح هنا في الصف نزين؟ يقول لي آه وين آه واحد ونصف وين واحد ونصف هذه صفر إذن هنا الواحد نحسبهن واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن مقسم إلى أربعة تقسام إذن النصف هي نفسها لما نقول النصف هي نفسها لما نقول اثنان على أربعة نزين اثنان ثلاثة هني ثلاثة هني رقم ثلاثة وهني طالبين مننا ثلاثة وربع إذن هذه الأولى يسمها ثلاثة وربع هذا هو درسنا وأهم الأشياء اللي خضيناها داخل درس الأعداد الكسرية كيف حول كيف حول كيف حول الكسر إلى عدد عشرية هذا واحد مهم نزين وأهم الأشياء اللي هو إن ثلاثة أربعة تساوي خمسة وسبعين على خمسة وسبعين من مئة أو على مئة وإن الربع تساوي خمسة وعشرين على مئة وإن النصف تساوي خمسة من عشرة هذه الأشياء المهمة لخضيناها وأيضاً من هو العدد الكسر أو العدد العشري الأكبر